شهدت تونس في الفترة الأخيرة تصاعداً لافتاً في وطيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد وتعليقاً على ذلك كدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانياً وجماعياً بناء على ما قيس إنسانية في ظل قانون الدولة تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية تونس فعلت ما يمكن أن تفعله بناء على القيم الإنسانية وبناء على أن هؤلاء ضحايا ولكن لن تكون تونس ضحية لمن دبروا لأن تكون مقراً لهؤلاء كما قلت يوم أول أمس لن تكون لا معبراً ولا مستقراً من جهته دعا رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال وقفة احتجاجية بمبادرة من منظمات مدنية تزامناً مع زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية لتونس للتنديد بسياسة إيطاليا والاتحاد الأوروبي دعا إلى استجابة أكثر إنسانية لأزمة الهجرة الموجودة في تونس السلطة التونسية تتعامل بمنطق سيادي حقيقي يحفظ الحقوق ويحفظ الحريات ويحفظ الكرامة هنا مطالبنا بحماية حقوق وكرامة المهاجرين التوانسة في إيطاليا وإيقاف عمليات الترحيل القصري والجماعي والتي تقوم بها إيطاليا إيقاف الانتهاكات يتعرضون لها المهاجرين في إيطاليا إضافة إلى استجابة أكثر إنسانية لأزمة الهجرة الموجودة في تونس وأن اليوم الاتحاد الأوروبي لابد أن يتحمل مسؤوليته في نقل المهاجرين العالقين في تونس إلى بلد الثالث أمن وفي ذات الإطار اعتبر عماد السلطاني رئيس جمعية الأرض للجميع أن زيارة جورجيا ميلوني إلى تونس جاءت لابتزاز السلطات التونسية لتصدير الحدود على حد تعبيره والضغط عليها لتتحول إلى شرطي يحرس السواحل الإيطالية لماذا تزيل الحدود؟ لأنه يريدين جعل تونس السجن لمهاجرين جنوب الصحراء وهذا يقعدين يشوفوا فيه في السفاقس في العامرة في جبنيانا كل هذه السياسات اللا إنسانية نحن نقول هذه الزيارة واجب أن نقول لها كفاءة لأن سياسة إيطاليا وكل الاتحاد الأوروبي هو حرب غير معنى ضد المهاجرين وللتذكير فقد وقعت تونس العام الماضي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإرساء شراكة استراتيجية شاملة تتضمن إلى جانب قضية مكافحة الهجرة غير النظامية تعزيز تنمية الاقتصادية وتقاتل متجددة بين تأكدات رئيس قيس سعيد بأن تكون تونس مقر للمهاجرين غير النظاميين وبين مطالبات رافضة للسياسات الأوروبية يبقى سؤال مطروحة ما هي مخرجة زيارة ميلونيا لمرتقب اليوم إلى تونس وما هي معالة الوضع في المستقبل إيناس فريدي اليوم تونس